أجرى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون لأجرى زيارة غير مبرمجة لمصنع المحروصة لإنتاج زيت المادة للوقوف على مستوى المخزون وكمية الإنتاج زيارة والوزير عون حسب ما ذكره بيان للوزارة جاءت في إطار السهرية الدائم على وفرة وتموين السوق الوطنية بالمواد الضرورية واسعة الاستهلاك وعاين الوزير خلال زيارته مختلفة وحدات مصنع إنتاج زيت المائدة ووقف على مستوى المخزون من منتجات وسلع نهائية ومواد أولية خاصة بعملية الإنتاج كما عاين الوزير ورشاة ووحدات إنتاج المؤسسة التي تتطلب عمليات صيانة ورسكلة حيث طلب تقديم برنامج لإعادة تأهيلها وتطويرها وتقديمها للمصالح المختصة بالوزارة قصد دراستها